بسم الله الرحمن الرحيم اسمحوا لي طبعا في البداية رحب بحضراتكم جميعا في هذا المؤتمر الصحفي والنهاردة يمكن المؤتمر لزرف خاص أنا سعيد به وهو وجود تواجد كوكبة كبيرة من رؤساء تحرير الصحف على مستوى الدولة المصرية وده شيء يعني أنا بشكركم على وجودكم معنا والنهاردة يمكن بصراحة يوم مهم جدا عشان بنعرض النهاردة مجموعة جديدة من حزم تيسيرات وتسهيلات في مجال الضرائب وده كان شيء احنا وعدنا به ان احنا حنعلنه في خلال شهر سبتمبر لكن يمكن اسمحوا لي في بداية المؤتمر ان انا اوجه التهنئة لجموع الشعب المصري بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف واعادوا الله علينا جميعا وعلى الامة الاسلامية كلها ومصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركة الحقيقة يمكن الاسبوع اللي فات لما يتسنى لنا عمل مؤتمر صحفي كعادة المجلس نظرا لان طبعا يعني كن في تواجد في دولة الصين نيابة عن فخامة الرئيس في المنتدى الصيني الافريقي ويمكن حتكلم على هذا المخرجات هذا المنتدى المهم جدا بعد قليل ولكن طبعا برضو يعني بنتهز فرصة ان انا اوجه التهنئة لابطال وبطلات مصر في من زاوي الهمم اللي شرفوا مصر في دورة الاعاب البرالاومبية في باريس وحصلوا على وحصدوا سبع مدليات مختلفة ما بين دهب وفضة وبرونزية واسمحوا لي ان انا بنيابة عن الشعب المصري كله ان احنا نشكرهم لانهما رفعوا اسم مصر عاليا كعهدهم دايما في كل الدورات والبطولات ودايما مزيد من التوفيق والنجاح لهم يا رب بإذن الله الحقيقة يمكن هذا الاسبوع يعني الحقيقة بيوري مدى مكانة مصر كدولة ذات ثقل وريادة على المستوى منطقة شرق الاوسط والعالم والحقيقة يمكن كان هذا الاسبوع طبعا هناك زيارة تاريخية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتركيا وطبعا اللقاءات الثنائية اللي تمت مع الرئيس التركي وايضا الشيء المهم جدا السبعتاشر مذكرة تفاهم اللي تم توقعها على هامش هذه الزيارة المهمة وكلها الحقيقة مغطية عدد كبير جدا من المجالات ولكن انا هتوقف عند الحقيقة مذكرتي التفاهم خاصة بانشاء مناطق صناعية تركية جديدة سواء في منطقة العسامة الادارية جديدة او في اكتوبر ودول شيء مهم جدا لان احنا حرصين كل الحرص على زي ما حضراتكم عارفين دعم قطاع الصناعة وازاي قطاع الصناعة ان شاء الله يقوم ويكون هو الرائد في عملية التنمية في خلال الفترة القادمة بإذن الله المناطق دي الحقيقة من خلال الشركة التركية هتبقى بإذن الله تخلق فرص عمل كبيرة جدا جدا وان شاء الله هتكون جزء من زيادة التبادل التجاري ما بيننا وما بين دولة تركيا في خلال الفترة الجاية الحقيقة التبادل التجاري ما بين مصر وتركيا مهم جدا لنا واللي تركيا ايضا والميزة اللي فيه انه هو متوازن يعني احنا بنلاقيه 50% مصر و50% تركيا فمصلحة الدولتين الحقيقة ان ان شاء الله هذا الحجم التبادل ينمو ويتضاعف خلال هذه الفترة وده التوجيه اللي من القيادة السياسية في البلدين وان شاء الله ده حيبقى من السهولة بمكان ان احنا نترجمه الى واقع بإذن الله في خلال الفترة القادمة الشيء الاخر طبعا ويمكن انا حابب ان انا القي الضوء عليه وهو يعني تشرفي بالتواجد في دولة الصين نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى الصيني الافريقي والحقيقة يمكن هناك اهتمام شديد جدا ويمكن انا اتكلمت على هذا الموضوع ولكن حابب ان انا القي الضوء ان يعني هناك اهتمام شديد بقارة افريقيا من كل الدول العالم المتقدم وايضا الدول الناشئة وعلى تأتي على رأسها طبعا عملاق الصين الكبير وهناك يعني كان اه بيان القية من دولة الصين انه من رئيس الصيني انه بتوجيه حجم كبير من الاستثمارات للقارة الافريقية خلال التلات سنين القادمة وهذا الحجم من الاستثمارات حيبقى في حدود الخمسين مليار دولار واحنا يمكن الحقيقة مصر من خلال العديد من التعاون والشراكة مع دولة الصين طبعا حراكم عارفين بأن عشر سنوات الحقيقة الشراكة ما بيننا على مستوى الشراكة الاستراتيجية ولكن كان هدف جزء من هدف الزيارة ان يتم انهاء عدد كبير من العقود وامضاء يعني عقود الحقوق الانتفاع بالاراضي وانشاء المصانع من عدد كبير من الشركات الصينية وده فعلا الحمد لله اللي تم تم توقيع ست عقود باجمالي واحد واحد من عشرة مليار دولار استثمارات من الشركات الصينية وفي قطاعات شديدة الاهمية للدولة المصرية يمكن اتنين منهم بنتكلم فيهم على تصنيع الالواح الشمسية والخلايا الضوئية الخاصة بالوحدات لتوليد الطاقة الشمسية وانتو حضراتكم ده بيبقى بيتماشى تماما مع خطة الدولة لغاية عشرين تلاتين بتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية وان يبقى نسبة الطاقة المتجددة من اجمالي حزمة الطاقة اللي بتنتجها مصر يبقى حوالي 42% فده بيترجم ده ترجمة حقيقية على الارض لهذا الموضوع بجانب العقدين دول اللي فعلا اتوقعوا وحيبدأوا التنفيذ تم التفاوض مع كبرى شركات الطاقة في الصين على ان هم ييجوا ويزودوا ان شاء الله وينشئوا مصانع جديدة ايضا علشان يبقى مش فقط لمصر ولكن كمان تخدم المنطقة بالكامل ويبقى تستغل مصر كمركز لفعلا تصنيع هذه المنتجات وتصدرها للمنطقة كلها بالكامل بالاضافة لده الحقيقة كان فيه هناك عقود لشركات ومشروعات مهمة جدا في قطاعات الكيموية والاسمدة والبروم والبروم ده اللي هو بيبقى مستخلص من مياه البحر اللي بتبقى خارجة من محطات تحلية المية بتبقى منوحتها عالية هتستغل هذه المية ويتاخد منها قيمة مضافة ايضا في سورة مواد كيميائية بحيث انها تدخل في العديد من السناعات المتقدمة جدا ايضا الحقيقة تم التفاوض ويعني لقاء مع اثنين من كبار شركات تصنيع السيارات الكهربائية والسيارات الهاجين في الصين الشركتين دول وحدهم بينتجوا ما يقرب من اربعة مليون سيارة في السنة فالنهار ده هما كانوا التفاوض وان هما حييجوا ان شاء الله ويبقى فيه لتصنيع عدد من الموديلات من هذه السيارات في مصر في خلال العام القادم ان شاء الله فالحقيقة هدف الزيارة كان مهم جدا بالاضافة الى توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال وزارة الاتصالات خلال الفترة القادمة بإذن الله